يبدو أن تداعيات الاتفاق البريطاني مع شركة هواوي الصينية المتعلقة بتحديد دورها في خدمات الجيل الخامس والإنترنت ما زالت قائمة حيث قالت مصادر صحفية أن حوالي 30 نائبا من حزب المحافظين سيدعمون إجراء تعديل على مشروع قانون البنية التحتية للاتصالات بهدف إنهاء مشاركة الشركة الصينية في المشروع بنهاية العام 2022 أسباب تمرد نواب المحافظين على اتفاق الحكومة مع هواوي يعود إلى اعتبارهم أن الشركة تعد ذراعا للحكومة الصينية داعين إلى تصنيفها ضمن قائمة بائعي الخدمات الخطيرين من قبل المركز القومي لأمن الإنترنت في حين يرى معارضو الاتفاق من خارج حزب المحافظين أن الشركة تشكل خطرا على أمن المملكة المتحدة اتهامات نفتها شركة هواوي في أكثر من مرة اقتراح التصويت على تعديل المشروع لا يتوقع أن يمر أو أن تهزم أمامه الحكومة إلا أن أصحابه يرون أن هذه الخطوة تعد بداية عملية لنقاش البرلمان البريطاني لدور شركة هواوي في البنية التحتية للاتصالات والإنترنت في المملكة المتحدة من جهتها قالت الحكومة البريطانية أنها ستواصل الحفاظ على حصة هواوي في السوق والمقدرة بـ 35% وفق الاتفاق مع فتح المجال أمام مراجعة التفاصيل معربة عن أملها في الوصول بأسرع وقت ممكن لشركات تجارية لا تصنف من أي جهة على أنها من أصحاب المخاطر الأمنية العالية ترجمة نانسي قنقر